صباح الخير مشاهدينا الكرام الأربعاء 25 أيار 2022 صباح الجنوب صباح التحرير التحرير هو مسار وانتصار يتشح عيد التحرير بوشاح الاستقلال الأكبر المرصع بالمسار الوطني الأنبل 22 عاما أو أن التحرير لم يأتي صدفة ولم تنجزه مفاوضات أو مساومات بل أنجزته دماء وبطولات وتضحيات أنجزه أسرى وجرحى ومعتقلون وشرفته أمهات معطاءات صبورات وعمده شهداء المقاومة الأبرار بلون العطاء الكامل الذي هو أصدق الألوان 22 عاما والعيد يزهر ثقة وقوة ومهابة لقد أثبت جنوب لبنان أنه معقل كرامة وعنفوان وإن أهله لا يرضون بأقل من إنجاز التحرير مهما غلط التضحيات إن الدرس البليغ الذي أعطاه إنجاز التحرير يهيب بجميع اللبنانيين أن يلتفوا حول النهج المقاوم باعتباره الاستثمار الوطني الطبيعي في عوامل القوى الداخلية في عيد التحرير نحيي الشهداء جميع الشهداء الذين صنعوا عز التحرير وكان دومهم السكيب الغذاء الذي ارتفعت على لهبه أعلام النصر ورايات الكرامة في هذا العيد نجدد مع شعبنا العهد على أن لا نقبل إلا حياة الأحرار ونبضى الأحرار وأن لا نرضى إلا القمم مكانا لنا تحت الشمس طبعا اليوم عيد التحرير 25 أيار 2022 بدي رحب بضيفي عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم صباح الخير دكتور وأهلا وسهلا فيك يعني طبعا اليوم بعيد المقاومة والتحرير لما أنجزته لا مفاوضات ولا مساومات بل أنجزته دماء وبطولات وتضحيات اليوم شوه الدرس البليغ زفينا نقول الذي أعطاه إنجاز التحرير اليوم طبعا بداية نحن بهذا اليوم بناء أني تفضلت فيه وهو خير تعبير نقول فعلا صباح الخير صباح الجنوب صباح هذا الوطن صباح الانتصار صباح الوفاء لأرض الوفاء للأرض التي قاومت عدو لطالما انتظر العرب مقاومته فلم يستطيعوا فستطاع أبناء الجنوب وأبناء هذا الوطن بثلة من شباب آمنوا فامتشكوا سلاح الإرادة وكان لهم هذا الانتصار فصباح الخير لطراب الجنوب الذي تعمد بدماء الشهداء والذين رووا طراب الجنوب فأنبت نصرا وعزة وسيادة واستقلالا فكان الاستقلال الحقيقي يوم تحرر الأجزاء الواسعة من أرض الجنوب على أمل استكمال تحرير كل حبة طراب في مزارع شبعة وتلالك فرشوبة والجزء اللبناني من الغجر وغيرها من أجزاء من ديسي إلى ميس الجبل إلى رميش إلى مياهنا التي ما زال العدو يطمع في طرواتها إلى حدود النقورة إلى كل حبة طراب صباح الخير للذين صبروا لأبناء الجنوب الذين صبروا على ظلم الأدوان والحرمان فكان صبرهم وصمودهم طريقا للمقاومة والانتصار في الخامس والعشرين من أيار ولولا الخامس والعشرين من أيار لولا لم يكن هناك يوما للتحرير ما كان الخامس عشر من أيار يوم الانتخاب الذي يحاول البعض أن يجعل منه شعارا للانتصار على نهج قاوم وانتصر واليوم اللبنانيون منتصرون بفعل إرادة ونهج هذه المقاومة وما نحن عليه من استقرار رغم كل الظروف ما كان ليكون على هذا المستوى لو لم يكن هناك دماء الشهداء وإرادة الصمود ولو لم تكن هناك مقاومة لشعب أراد أن ينتصر بإرادته رغم جبروت وقوة هذا العدو اليوم سعادة النائب هل ترى بأنه قدرين انترجم هذا التحرير وهذا الانتصار الذي قاموا به أبطال اليوم حرروا هذا الجنوب العزيز على قلوب الجميع اليوم عم نقدر انترجم هذا الانتصار بيوميتنا بسياساتنا الداخلية هل كان درس بليغ للجميع للمسؤولين للمواطنين اليوم أن يكونوا متكاتفين وأن يكون هذا التكاتف أولوية حول المقاومة؟ للأسف أبدا في البدايات بعد لحظات التحرير في المراحل الأولى كان هناك محاولة لأخذ الدروس والعبر من هذا الإنجاز التاريخي الذي صنعته إرادة اللبنانيين بمقاومتهم حيث كان طبعا هذا التحول في مصار الصراع العربي الإسرائيلي لهذا العدو الذي لطالما كان يتعاطى بجبروته مع قضايانا فطبعا هزم وانكسرت إرادته على أرض الجنوب في 25 أيار 2000 بالمرحل الأولى طبعا نحن على المستوى الوطني كان هناك محاولات طبعا لكي نستثمر هذا الانتصار ونؤكد على عوامل القوة التي ساهمت في هذا الانتصار وهي بشكل أساسي المقاومة ووحدة الموقف الداخلي وكان هناك أكثر من موقف وأكثر من سعي للبناء على ما تم إنجازه لكن للأسف بعد ذلك لم تمر سنوات قليلة إلا وكان طبعا ظروف أحاطت بلبنان وحاول كثيرون على المستوى الخارجي استثمار بعض الظروف الداخلية للتحول نحو طبعا ما يمكن أن نعتبره انقلابا على هذا الانتصار وهذه مساهمة العدو بشكل أساسي الذي لم يهضم ولو لحظة هذه الهزيمة التي مني بها عام 2000 فكنا ننتظر أن هذا العدو ممكن أن يحاول مرات ومرات وكان طبعا عدوان تموز 2006 أكبر محاولاته للتعويض عن هزيمته ومنية بهزيمة أكبر ورغم ذلك طبعا البعض في لبنان لم يستفد من الفرص في أن قوة لبنان هي ليس في ضعفه كما كان قبل عهد المقاومة وقبل طبعا نصر المقاومة وقبل الثامانينات فاليوم هناك معادلة جديدة أصبحت واضحة وأن قوة لبنان هي بما يملك من عوامل القوة من مقاومة وعناصر توزع هذا النهج وهذا الخيار على مستوى الإرادة الوطنية الداخلية ووحدة الموقف الداخلي وما تملك المقاومة من قوة السلاح وقوة حضور على المستوى الداخلي لكن بالمستوى السياسي العام الوطني لم يتم استثمار عليه وأكبر دليل أن البعض في هذا البلد حاول مرانا وتكرارا أن يترجم سياسات الخارج أراد أمر يرد هذا البعض سواء كان عن حسن نية أو عن سوء نية طبعا الإنقلاب على هذا النهج وهذا الخيار بالتحديد بهذا الموضوع دكتور اليوم هذه المعادلة الثلاثية الوطنية لأثبت فعلها وصحتها ومصدقيتها بأن الأوطان لا تبنى بالمشاكسات بل تبنى بالوحدة الوطنية وبالالتفاف حول المقاومة وبعدم الانقسام أين نحن اليوم من هذا المشهد؟ ونحن يعني بدل أن يكون هناك مشهد الوحدة الوطنية نرى أن هناك انقسام كبير انقسام حولها طبعا يعني هذه طبيعة البلد لكن طبعا أن تصل الأمور طبيعة البلد أن يكون هناك انقسام سياسي حول بعض المواقب حول بعض القضايا الداخلية حول بعض الإشكاليات أمر طبيعي لكن أن يكون هناك انقسام حول التوابط الوطنية الأساسية حول عوامل القوة الأساسية لهذا الوطن لأن أثبتت نجعتها ونجاحها طوال العقود الماضي للأسف طبعا هناك كثير من القضايا تحتاج إلى نقاش صحيح على المستوى الديقلي لكن ليس على هذا القدر من المسئولي الوطني اللي بتحتم على البعض كراءة دقيقة متأنية والتعاطي بحكمة مع عوامل قوة هذا البلد وغيفية الحفاظ عليها لحماية بلدنا نحن اليوم عندنا كثير من القضايا نحن اليوم بعد عندنا أرض محتلة عندنا اليوم صارواتنا النفطية والغازية لحد هلأ رغم ظروفنا الاقتصادية المالية وهذا حالة الانهيار اللي عم نعيشة كل لحظة واللي نحن بحاجة ومثل حاجة لاستثمار صارواتنا واللي طبعا اليوم نحن رغم كل ما يقال حول التدخل خارجي وحاول محاولات وحاول وسطات اللي أنه ما يمكن أن نعول عليه للوصول إلى صارواتنا والحفاظ على هذه الثروة وعلى حقوقنا أمام الأطماع العدو الإسرائيلي وما نراه في الأيام والأشهر الأخيرة هو ما نملكه من عوامل القوة وهنا عملين أساسين مقاومة قوة هذه المقاومة ووحدة الموقف الداخلي وهذا يعني أن وحدة الموقف الداخلي هو بالالتفاف حول نهج وخيار المقاومة خصوصا بهذا الزرف الدقيق كل التجارب اللي مرينا فيها وما نشهده في المرحلة الأخيرة يؤكد أنه المقاومة رغم هذا الانقسام ورغم مواقف البعض ما زالت حاجة وضرورة ما زال هناك عدو يحتل أرضنا وما زال هناك عدو يطمع في تركيبتنا وفي ثرواتنا وفي كل ما يعني وطننا على المستوى العام طيب اليوم يعني شفنا الانتخابات النيابية وما أفرزته طبعا من نتائج اليوم نحن رايحين إلى انقسام أكبر برأيك أو في لعبة ديمقراطية اليوم ستأخذ مداها اليوم أي مشهد يرسم للمستقبل بعد كل هذا الانتصار وهذه الانتصارات الكبيرة اللي حققناها بإرادة يعني الشعب الصلبي هذه الإرادة الصلبي وبالمقاومة اللي دفعت شهداء اليوم لتحرير هذه الأرض اليوم لش يعني إلى أين وصلنا بعد هذه الانتخابات أيضا اللي حصلت اليوم أمر طبيعي خاصة أنه نحن اليوم بمرحلة دقيقة عم يمر فيها بلدنا من واقع مهترق على المستوى الاقتصادي المعيشة الحياتي حالة التدهور السريع طبعا وصلت المواطن لمراحل من اليأس والأحباط ليوصل يمكن لحد الكفر ببلده بكل ما يحيط فيه هذه مسؤولية اليوم مسؤولية الكل طبعا اليوم المفترض نحن بهذه الذكرة عم نقول نحن بهذا اليوم التاريخي من تاريخ لبنان يعني إذا كان البعض نتحدث عن الاستقلال فنحن هذا اليوم طبعا هو اليوم مفصلي في تاريخ لبنان الحديث وطبعا بعنوينه السيادية كما يحلو للبعض أن يسمي ويوصف اللبنانيين بين سيادين وغير سيادين من أوصل لبنان إلى هذا اليوم لا يمكن أن يشكك بانتمائه وبهويته وبسياديته وإذا كان الموضوع على هذا المستوى نحن نقول من آمن بالمقاومة ونهج المقاومة ومن حافظ على لبنان وحماية لبنان لا يمكن إلا أن يكون سيادي بامتياز لا يمكن لأحد أن يراهن على غير ذلك ولا يمكن أن يشكك بهذا الانتماء وعند إذن سيكون هناك تشكيق آخر فنحن اليوم فما في مجال لأنه ندخل بمهاطرات ومساجلات نحن بحاجة اليوم للتعاطي بحكمه ووعي وإدراك وعقلانية مع واقعنا ولنترك كل الخلافات وكل الانقصامات وكل الكيديات جانبا كل الكيديات لنضعها جانبا ولنفتش معا عن كيفية انقاط بلدنا بكل ما يعني هذا الانقاط نحن بحالة الانهيار شبه الكامل اليوم المسئولية مسئولية الجميع بدون استثناء اليوم لا يمكن لأحد أن يسجل نقاط ربح وخسارة أمام ما وصلت إليه الأمور اليوم أمام هذا الوضع المأساوي لا معنى لا لمعارضة ولا لموالات لا لتغييريين ولا لغير تغييريين لا لهذا فريق ولا لذاك الفريق اليوم مسئولية الجميع أن يفتشوا عن مساحة مشتركة للطلاق من أجل مصلحة اللبنانيين وأنقاض البلد بتشاهد أنه في مساحة مشتركة سيلتقونا حولها اليوم في تحدي كتير كبير والتحديات طبعا مفترض كتير كبيرة أمام لبنان وخصوصا بعد ما وصلنا إليه اليوم قديش قدرين اليوم يكون في حماية للبنان وثروات لبنان بعد عشرين أو اثنين وعشرين عاما على هذا الانتصار اليوم كيف رح يتلاقوا حول هذا الانتصار وخصوصا نحن بنشوف قديش فيه انقسام بموضوع المقاومة بالتحديد يعني للأسف وخصوصا أنه خيضت هذه الانتخابات على شعارات وشعارات ضد المقاومة صحيح أبدا لأنه اليوم احنا بأبدا ننسى أنه مشهدية ما يجري على مستوى المنطقة بشكل عام ولبنان أين وأين أصبحت المنطقة فأمر طبيعي أنه يكون هناك محاولات لأخذ اللبنان ونقله من موقع إلى موقع لبنان اليوم طبعا نعرض له على مستوى الحرب الاقتصادية ليس عن عبد ولم يكن صدفي قد تكون طبعا حرب لها أهدافة هي استكمال لكل ما سبقه من محاولات استهداف لبنان لإضعافه وطبعا القضاء على عوامل قوته بشكل أساسي وإن كان اليوم بأسلوب آخر وبأعوامل مختلفة اليوم المسئولية إيه إمكانية الوصول للمساحة المشتركة موجودة هذه تتعلق بطبعا مسئولية الجميع من كل الأفريقاء اليوم نحن أمام مرحلة جديدة بعد الانتخابات النيابية ومجلس النيابي له هذا التمثيل اليوم ما عاد فيه كفوف اليوم الناس عبرت عن إرادة بسنديق الاقتراع هذا المجلس طبعا مسئوليته مسئولية وطنية بكل مكونته بدون استثناء لي طبعا تكون هذه المرحلة عنوانها بشكل أساسي الانقاذ المواضيع الأساسية تترك الخلافية الأساسية جانبا وخاصة للثوابط وعوامل قوة الوطن هلأ بهذه اللحظة المصيرية اللي عم يمر فيها البلد ونحن بحاجة اليوم لتمسك بعوامل قوتنا ولأنه نحن بهذا الذكرى للوصول إلى ثرواتنا بأسرع وقت المفترض التفتيش عن كل الأساليب لأنه عامل الانقاذ الوحيد على المستوى الاقتصادي والمالي هو هذه التروي صحيحة نحن بحاجة نحن بحاجة نحن بحاجة نحن بحاجة فهذه المسؤولية من هذا المنطلق ومن هذه الزاوية والجميع أمام مسؤولياتهم وليكن الحكم للشعب كما كان في صناديق الاقتراع ليكن اليوم كل اللبنانيين حاضرين ليصوبوا على كل من يتخلف عن الطلاق وعن نبذ كل الخلافات بهذه اللحظة المصيرية وترك الأمور الخلافية الخلافية جانبا والتفتيش عن مصلحة اللبنانيين بهذه اللحظة وكيفية انقاذهم من مقذكم من حالاتهم المسؤولية ولكن التخوف الكبير اليوم من أن يعني هيك أن نضيع إذا فينا نقول هذه الانجازات اللي حصلت في أمامنا استحقاقات كبيرة كبيرة ذكرت حضرتك اليوم كيفية يعني الانقاذ وكيفية الاستفادة من هذه الثروات الموجودة نحن اليوم أمام استحقاقات دستورية كبيرة اليوم عندنا ثلاثة استحقاقات قادمة اليوم بدنا نشوف كيف بدنا نقدر ننجز هذه الاستحقاقات وأن لا نضيع بالشعارات والمواقف اللي سمعناها قبل الانتخابات واللي هي تؤدي إلى انقسام أكبر وأكتر لا مفترض طبعا اليوم نحن في استكمال الانتخابات كانت هي الحب الأساس والمنطلق لعادة تكوين السلطة انطلاقا من المجلس النيابي اليوم نحن أمام استحقاق السريع وهو إعادة تكوين هيئة مكتب المجلس من انتخاب رئيس ونائب رئيس وطبعا وفي خلاف اليوم على نائب الرئيس اليوم من سيكون نائب الرئيس كل الكتال عنده مرشحين وفي انقسام لأنه نحن اليوم أمام مرحل جديد لأول مرة بيكون هذا تنوع داخل المجلس النيابي بهذا الشكل طبعا بعد انتخابات أخذت كثير من الصخب ونبرة والخطاب السياسي العالم والمرتفع فأمر طبيعي أن تبقى بعض النتوءات اللي عم نشوفها بين حين والآخر لكن طبعا اليوم نحن بنى نواكب هذه الاستحقاقات وفق قاعدة واضحة بأن تأخذ اللعبة الديمقراطية طريقة وفق ما تتطلبه حالة الاستقرار الوطني بشكل أساسي دون العودة للتوترات اللي شاهدناها بالمراحل السابقة لأنه اليوم الكل صاروا كل المكونات بدون استثناء صاروا داخل هذا المجلس النيابي صح اليوم موجودين كلهم خلي خليكون النقاش انطلاقا من المجلس النيابي انطلاقا من قواعد سابتي وواضحة كيفية الانقاذ كيفية الحفاظ على الاستقرار بشكل واضح الابتعاد عن كل لغة ممكن ان تزيد من حالة التوتر لانه انتهينا من الانتخابات المفترض الخطاب الانتخابي الشعبوي يكون خارج طبعا التداول لنعيد البلد الى حالة من الاستقرار والنقاش الهادئ لكل القضايا وبدون استثناء وصولا لنقاش الأمور الأساسية لاحقا بعد استكمال كل طبعا مكونات السلطة من الان حتى انتخابات رئاسة الجمهورية وعند اذن سيكون طبعا منحة آخر للتعاطي باستكمال هذه أدفي شايف انه الطريق معبدة امام هذه الاستحقاقات اليوم من الحكومة من رئاسة الجمهورية البعض يتخوف من الفراغ البعض يقول بانه نحن رايحين بحكومة تصريف أعمال اللي حين انتهاء ولاية رئيس الجمهورية لتشرين يعني المقبل هذا البلد بيحمل اليوم الانتظار وتصريف الأعمال لا أبدا للأسف طبعا اللي عم يحصل هو قد يعتبره لبعض طبيعي بضل تركيبة هذا البلد ونظام هذا البلد اللي عم يثبت يوم بعد يوم ومرحلة بعد مرحلة واستحقاء بعد استحقاء أدى صارت الحاجة لتطوير هذا النظام نحن صرنا لقناعة بانه أصبح التعاطي بضل هذا النظام صعب على اللبنانيين وعلى البلد لا بد من تطويره وأكبر دليل هو قانون الانتخاب هذا القانون والثقرات الموجودة فيه اللي عساسه الانتخابات من أسوأ قوانين الانتخابات وليما شاهد مثله يمكن اليوم بالعالم كله واللي أصبح موضوع أساسي صحيح للخروج منه والذهاب لقانون انتخابات عصري متطور ينقل البلد من مرحلة إلى مرحلة ويدخذنا بمرحلة تطوير هذا النظام وعد ذلك عبثا نحاول طبعا في كيفية بناء لبنان على أسوة سليمة وعلى طمئنة الأجيال القادمة وإذا بقينا على ما نحن عليه سنذهب إلى ما هو أسوأ منه اليوم ومما كان في المراحل السابقة سعر هناك من يتفق معكم بأنه يجب يعني تعديل بعض الثغرات بهذا القانون وليس استبدال هيدا القانون قديش بتوافق الرأي بهيدا لا بالنسبة لأننا نحن معنا ما نصف كل القانون بدون استثناء هذا القانون يبنى على مصالح يبنى على طبعا الشعبويات معينة على استثمار الخطاب الطائفي والمذهبي والمناطقي ويفتح الباب لكل ما يزيد من حدة الشحن والتحرير والانقسام هذا القانون من أسوأ الأوانين هذا القانون حتى داخل الفريق الواحد يعني أنا عم نحكي لأنه بين بين الكرقاء وماذا ذاك حتى داخل الفريق الواحد هو كان نقطة ضعف و عامل من عوامل التشرذم 对 أمر طبيعيا حقق لك لكتلة التنمية والتحرير ولي حزب الله أيضا وأرقام قياسية نحن ماذا من منئس الموضوع من هذه الزاوية نحن ماذا من نئس الموضوع بنزاوية المصلحة الفئوية والشخصية نحن من زاوية المصلحة الوطنية الموطنية من المستوى العام هذا المفترض أنه نحن بتنمية التحرير أول بنبدأ إلى طرح أنون انتخابات عصري بالمجلل الأسف نحن كل الكتل النيابية وبدون استثناء كانت ضد تطوير هذا النظام من خلال قانون الانتخابات فنحن نأمل طبعا أن تكون أحد أولى المهام أمام المجلس الجديد هو طبعا وضع قانون انتخابات جديد لتوافق مع عصر هذا النظام وتطوير هذا النظام لأكل أنه يعني أنا الأولى فعلا أنه نحن نخرج من كل ما يحيط بنا من طبعا مكبلات لتطوير نظامنا وبالبداية والأولوية هو هذا الانون المفترض أنه نصوب على أنه ننجز قانون عصري متطور يأخذ بعين الاعتبار الدستور بمواده الواضحة اللي هي أساسها المد 22 واضحة قانون انتخابات خارج القيد الطائفي لبنان دائرة واحدة أو بدوائر أوسع ما يمكن مع تأسيس مجلس الشيوف يراعي طبعا المكونات اللبنانية بكل ما يمده صحيح ذكرت هذا القانون يعني ويجب تغييره مثل ما حضرتك عم تقول لكن بدك تشوف هذا فيه توافق اليوم داخل المجلس أو سيكون هناك توافق داخل المجلس على تغيير هذا القانون هناك استحقاقات كثيرة أيضا يعني منها يعني الاستحقاقات الدستورية والاستحقاقات المعيشية والظرف اللي نحنا وصلنا إليه برأيك هل أصبحت اليوم التسوية قريبة اليوم الجميع ينظر إلى الوضع اللي نحنا عايشينه بأنه نفق طويل ومعهم نشوف أي فصحة أمل أو بارقة أمل في آخر هذا النفق هل أصبحت التسوية قريبة لانتشال لبنان من هذا الوضع نحنا للأسف نقول لأنه نحنا بيضل هذا النظام وبيضل هذه التركيبات الطائفية المذهبية المصلحية اللي بدك إياها تعودنا وهذا الوطن ممكن نحنا قالي لي أنا وصفه أنه من لحظة ولادته من 43 هذا وطن الأزمات والتسويات طبعا بكل المراحل التاريخية كان في أزمات بين فترة وفترة بين مرحلة ومرحلة وما كان في حلول دائمة كان في محاولات لإيجاد حلول دائمة لكن لم نصل إلى حلول حتى معتبر أنه هو الحل واللي أخرجنا من طبعا حالة الحرب اتفاق الطائف اللي نحنا عم نعيش اليوم بضل إنجازاته بدستوره اللي سمي دستور الطائف بما تم تعديله من مواد عليه هذا الاتفاق لم يكن اتفاقا نهائيا هو فتح الباب لحلول وكان طبعا كان التسوي البعض بيعتبروا أنه حل تاريخي مرحلة من المراحل وتسوي مثل كل التسويات فتح الباب لأنه هذا الاتفاق لم يتم تنفيذ كل بلوده حتى المواد الدستورية ما تم تنفيذ نحن عم نحكي عن المادي 22 وعلى المادي 95 من الدستور هذه وعنى في كتير من المواد الدستورية ما تم وهي أساس أساس باستكمال الطائف بكل مراحله للوصول لمرحلة الاستقرار العام وبناء الوطن على الأسس السليمي كل هذه السنين ولم تتحقق ولم يتم الالتزام بكل البنود اتفاق الطائف اليوم يعني البعض يسأل شو اللي تغيرت حتى نرجع اليوم نقدر نلتزم ببنود اتفاق الطائف لأنه البنود التي لم تتحقق اليوم يعني هي كانت نوعا ما من البنود الخلافية واليوم الانقسام أكبر وأكثر يعني حول هذه القضايا لا ما في يعني ما عد فيه مجال يعني فيه دستور نحنا مش الموضوع هو والله قالها من طمر ساعة البدنة من كلها وساعة البدنة من عبدها دستور والدستور وبنعرف الكل بيتغنى بالدستور والأنون هو يشعرات لا أكثر ولو كانوا جدين فعلا من يتغنون بالدستور لا لنهار لعملوا على تطبيق على تطبيق مواد الدستور طيب ما الذي تغير اليوم يعني لحتى نشوف الظروف تغيرت الظروف البلد تغيرت التحولات اللي عم تأم تجرى اليوم نحنا أمام مرحل جديدة بانتخابات جديدة اليوم صار كل المكونات اللبنانية بكل ما يعني ذلك ما رفعوا شعار 17 شرين وهي مرحلة اللي يسمي الطورة هو الحراك اللي حصل طبعا من يمثل هذا الحراك أصبح داخل المجلس النيابي صحيح اليوم كل ما يمثل اللبنانيين بكل مكونات أصبحوا داخل المجلس اليوم المفترض نفتش عن الحلول نفتش عن حالة الاستقرار اللي بيتطلبها البلد نحاول أنه فعلا نطور هذا النظام بدءا من تطبيق الدستور وإذا كان الأمر بيتطلب طبعا بعض التعديلات مين أنه مؤدس يعني حتى الدستور عادة أدى ستير والقوانين لأي أمر توجد وتنشأ وتقر صحيح دول العالم إلا في لبنان والأنظمية كلها بتطور نفسها إلا لبنان نحن بنا نعيش حالة جمود لأنه هذا البلد بتركيبه الطائفية والمذهبية والمصلحية نحن كل من يغني على ليلى ليحافظ على مكتسباته بعيد عن مفهوم المواطنين الحقية وانه اليوم اليوم حصص الطائفية والمذهبية موظف فئة رابعة وخمسة وستسة موظف يعني عايب أنه نحكي نحن بأدنى مستويات الوظيفة أن لم يكن هناك محصصات طائفة وهذا حتى الدستور منص عليها إذا بنا ظلنا متماسكين فيها نحن بالمناصفة والمحاصصة على حساب الكفاءة وعلى حساب الإمكانيات والقدرات فأي بلد بدو ينبنى نحن بنروح لمحل أنه فعلا تحدد مفهوم المواطنين الحقيقي وقيفية تحديد هذه العلاقة بين الوطن والمواطن اليوم برأيك البرلمان غرب نفسه وما كان مستحيلا في السابق اليوم أصبح واقعا لبنان أمام خارطة طريقة جديدة مختلفة عن كل ما شهدته الانتخابات السابقة اليوم الكل مدعو إلى هذا التغيير الكل مدعو إلى الإنقاذ اليوم كل الفئات مثل ما حضرتك عم تقول أنه أصبحت داخل هذا المجلس ولكن نحن تعودنا أنه دائما كلمة السر تأتي من الخارج والتسوية بانتظار هذه التسوية اليوم في تسوية تشمل لبنان أصبحت قريبة يعني خلينا نقول يمكن في إشارات يعني ببعض الإشارات الإعلامية أنه قد يكون هناك محاولة فرنسية اللي مبين اليوم على السطح أنه محاولة فرنسية إذا ما طبعا سارط الأمور ممكن إلى لقاء أو محتمر جديد أو مثل ما حصل ب قصر سنوبر قصر بأسر سنوبر أو يكون خارج لبنان تعودنا نحن يمسكنا بإيدنا يحكى عن أنه سندعى إلى مؤتمر وطني مانا جديد مانا جديد واللي البعض إذا كان بده يحكي عن موضوع سيادي وما أقول مالك هذا بده يسمح لنا فيه لأنه السيادي صارت وشية نظر بمكان معين واللي بده يرفع شعارات السياديون وغير السياديون شفنا وسمعنا خلال الساعات الأخيرة والأيام الأخيرة وشاهدنا وللأسف من يدعي بهذه السيادي وأنه انتقاسه من السيادي فهو منهم أكتر من يساهم في هدم وهدر هذه السيادي على مدبح المصالح والعلاقات والارتباطات يعني اليوم ما بقى فيه حدا يقول أنه هو سيادي لا أبدا لأنه معه خلينا خلينا وبلد نحن بغنى اليوم عن أي سجاج الجميع مرقبت أي سيادي وأي استقلالية وأي كلام هذا كلام فارغ كلام لا معنى له طالما هذه الارتباطات موجودة طالما هذه الارتباطات موجودة مع الخارج اليوم يعني كيفية الإنقاذ أو عوامل الإنقاذ كيفية ستكون اليوم هل ستكون من الداخل ونحن تعودنا أنه ما نقدر ننقذ يعني بد يكون في قناعة لوحدنا يمكن لأنه ظروف البلد اليوم مختلفة نحن يوم بأسوأ مرحلة وصلنا لها ما شهدها لبنان بمراحل الحرب كلها بالأزمات كل الأزمات ويأشد الأزمات ما وصل لبنان لحالة الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي واللي يعني خذ مضاجع اللبنانيين واللي اليوم أصبح أدنى مقاومات العيش خارج متناول للناس الدواء لقمة الخبز شو بعد المطلوب هذا أصبح صعب وصول إليه عند التاريط اللبنانيين للأسف طبعا اللي وصلنا لأله ما وصلنا له بأي يوم من الأيام هذا أقل هو بد يكون عامل الحفث الأساسي عند المعنيين عند المسؤولين أول شي عند المجلس النيابي وكل المكونات أنه يكون هذا هو الدافع للكل أنه يتركوا كل الخلافات وأنه يتركوا كل الشعارات ويكون الهدفان بس جوع الناس وحاجات الناس والعيش الكريم للناس هو الأساس والمنطلق لمناقشة أي قضية من هذا المنطلق ومن هذه الزيوية أي قضية اليوم نحن أمام تحدي كتير كبير وهو تشكيل الحكومة اليوم بعدما أصبحت هذه الحكومة حكومة تصريف أعمالي اليوم برأرك سيكون فيه اتفاق حول الرئيس المكلف بالبداية أديش رح تكون اليوم الطريق معبدة أمام الرئيس المكلف لتشكيل هذه الحكومة وخصوصا أنه عم نسمع اليوم في أفريقاء كثر عم بيقولوا أنه نحن لن ندخل بحكومة وحدة وطنية يعني خلينا نقول ليس بالضروري بأي إن كان توصيف الحكومات أي حكومة من الحكومات المهم أنه يكون هذه الحكومة مكونة من أصحاب الكفاءات والقدرات والخبرات ما بيكفي والله أصحاب صاحب كفاءة وبالنتيجة نحن عندنا تجربة ما بيكفي أنه صاحب كفاءة وما يكون صاحب خبره مهما يكم يحمل من شهادات عليا وما إلى ذلك هو ليس لديه خبره وخصوصا بلبنان أصبك الخبره السياسي أيضا كمان كمان يعني بحدود معينة بلبنان ما في حدا من هو سياس وما حدا يسمحنا تكنوكرات وغير تكنوكرات وبدون لأنه هذا نحن كل شيء عنا أمر طبيعي لقمة الخبز عندنا اللي يوم منزوجة بالسياسي الطفل بيخلقوا عمره 5 سنين ويصير بيتابع السياسي في لبنان هي طبيعة تركيبة شعبنا وبنيته فأمر طبيعي أنه أي حكومة بدأ تكون هي مقتنعة بكل عناصرها أنه أمامها مهمة أساسية إنقاذية هل تملك هذه القدرة أو لو تملك على الأساس بتم اختيار عناصر هذه الحكومة بغض النظر عن انتماءاتهم كيفية التوافق على هذه الحكومة وشكل هذه الحكومة مفترض أن يكون سريعا لكن هذه مهمة صعبة اليوم صعبة وسهلة بذات الوقت كيف لكانت المصلحة فعلا مصلحة البلد هي الأساس من منطلقة عم يحاكي كل فريق مسألة تشكيل الحكومة من هذه الزاوية لا سهلة بيكون ولكن نحن بنعرف اليوم عند البدء بهذه العملية كل فريق اليوم بده يشوف الحصة اللي هي بتحقله بداخل هذه الحكومة بدنا نرجع نفوت بهذا المنطق اليوم المخاصصة والتوزيع الطائفي والتوزيع الطائفي نحن محكومين نحن محكومين بالتوافق عليه هي تركيبة البلد ما دمنا في ظل هذا النظام اليوم نطلعها بواقعية هذا أمر محسوم لكن طبعا بالحصص الصغرى كيفية تأمين حصة هذا المكون بتفاصيله بالدقائق هذه بدأ بدأ انتباههم ونقف عنده كتير المفترض أنه يكون العنوين الكبرى هي الحاسمة وهي الأساس للنقاش الموضوعي والمنطقي والعلمي والعملي للإصراع بتشكيل الحكومة أكيد يعني هذا هي في عنا استحقاقات كثيرة داهمة مننا بالبداية أيضا الاستحقاق الأول هو رئاسة المجلس النيابي ونيابة الرئاسة كمان هذا الخلاف الذي حوله كمان يدور بين الأفريقاء يعني ما عم نشوف أنه أي بشرة أمل إذا فينا نقول بالنسبة لهذه الاستحقاقات بالنهاية نحن محكمين محكمين بطبعا أصول دستورية وقانونية تحكمنا وفي لعبة برلمانية ديمقراطية بتاخد مدها النهاية في انتخابات كما حصل بصندوق الابتراع اليوم ممكن يكون أكثر من فريق عنده مرشح لنيابة الرئاسة نحن على مستوى رئاسة المجلس معروف في مرشح وحيد رئيس نبيه بره لرشحة وكتلة التنمية والتحريف بشكل رسمي وواضح فيتجري اتصالاتها مع كل الفرقاء وفق الأصول وفق التقاليد والأعراف لطبعا يكون هناك منطق للتعاطي مع كيفية الوصول إلى هذا الاستحقاق بلاحظة دستورية والأنونية ونحن متى سيكون اليوم هل ستتحدد موعد يعني الجلسة طبعا دولت الرئيس كان واضح في الموضوع في التزام وبمهلة الخمسة عشر الرئيوم اللي بيحكم المستور والنظام الداخل المجلس الميابي سيتم الدعوة ستتم الدعوة هو بانتظار نضوج طبعا الأمور لأنه كلما نضجت أمور الاتصالات بين الكوات السياسية كلما سهلت أي استحقاق والوصول إليه بهدوء مطلوب بهذه المرحلة هل بيانت الوجهة اليوم لهذا الاستحقاق كيف ستكون هل بلشت هذه الاتصالات أن تثمر اليوم برأيك؟ طبعا أكيد القوى السياسية اللي عندها نية طبعا بأن يكون لها مرشح لنيابة الرئاسي أو بهيئة المكتب بالتأكيد بدأت اتصالاتها ليس بالضرور أن تكون الاتصالات كلها معلنية في اتصالات تأخذ مسارى الطبيعي بشكل أو بآخر عبر أكتر من قنات بعد ما تبلورت الصورة النهائية معروف أنه فيه أكتر من مجموعة فيه قوتين أساسيتان عندهم قد يكون لديهم مرشحين وفيه أفريقا مستقلين وفيه أكتر من جهة وتبين فيه ممكن يكون فيه أكتر من مرشح أكتر من اتنين أكتر من ثلاثة أه ممكن يعني يحصل يعني لحد اليوم بعد ما تبلورت الصورة نهائية لترشيحات حول نائب الرئيس أقلو صحيح حول نائب الرئيس وهي قتل مكتب اليوم تتشكل أعراف وتقاليد فيه كثير توزيعة من المكونات المعروفية بلش يكون فيه اتفاق حول الليجان يعني ممكن الليجان بعد فيه يعني فيه محكمين بالليجان كل كتلة نيابية عندها ترشيحات وعندها توزيحات لأنه حتى نحنا من ضمن التركيبة اللبنانية محكمين بكيفية توزيع الليجان على كل المقونات المجلس النيابي حكم اليوم الهم الأكبر ساعة النائب هو اليوم المواطن المواطن اللبناني ومعيشة المواطن اللبناني وخصوصا بهذه الظروف اللي عم يمرق فيها البلد قديش اليوم في خطة إنقاذية فعلية سيتم الالتزام بها شفنا أنه الحكومة مررت خطة التعافي بالجلسة الأخيرة لألة ورمت هذه الكرة للمجلس النيابي الجديد كيفية الإنقاذ تبدأ اليوم بخطة التعافي هل في توافق حول هذه الخطة سيكون داخل المجلس النيابي للبدء بهذا المسار بالمبدأ لابد من خطة لابد من خطة خطة التعافي خطة إنقاذ سميها ما شئت خطة التعافي اللي رمتها الحكومة طبعا كان فيه شكوك حولها كان فيه حالة ترفض لم تكن على مستوى الإنقاذ الحقيقي يعني يعني هي خطة لابد منها كان أمام الحكومة لا أكثر ولا أقل بغض النظر عن إيجابيات أو سلبيات ويبدو أنه سلبيات أكثر من إيجابيات هذا يحتاج لنقاش اليوم هذه الخطة إذا كانت أمام المجلس النيابي هي ملك المجلس النيابي بتصير وللمجلس هو أن يغناقش ما يراه مناسبا في هذه الخطة وقيفية طبعا لأنه هذه الخطة بجزء منه هو أساسي موضوع الموداعين اللي هي حملتهم المسؤولية الكبرى بحجم الخسائر وهذا غير منطقي هذا ظلم لا لا بعده ظلم بموضوع الوداء هو الأساس نحن هي قضيتنا حملناها وما أحدا بيزيد علينا فيها سنكون مسؤولين أمام ناسنا أمام شعبنا أنه سنرفع هذه القضية قضية أساسية ومن يتحمل المسؤولية هم ثلاث وليس أحد فيه تهرب المسؤولية يعني اليوم لن يتم الالتزام بهذه الخطة كما وردت من الحكومة لا أبدا نحن من مسؤولين وغير مقتنعين بالخطة التي وردت من الحكومة سيتموا نقشة بالمجلس لاتخاذ التدابير اللازمة بالموضوع الودائع من قال نسمع كثير النقطار وأوانين وما إذا ذلك لابد من خطة علمية للحفاظ على الودائع لابد من إيجاد آلية واضحة وليس فقط مواد قانونية من أولا على أي أساس اليوم مررت هذه الخطة نحن عمنا 80 قانون لحد اليوم وكرروا بالمراحل السابقة وما تنفذوا وما تطبقوا ولا صدرت مرسيم تنفيذية لقلهم بالحكومات المتعاغبة كل الحكومات اليوم نحن لم نزيد آنون بهذا الحجم آنون بهذا الحجم نعمل آنون لحفظ حقوق المودعين ونقول أصبح لكم قانون كل آنون لا يحمل آلية تنفيذية تطبيقية فهو مجرد كلام في كلام صحيح وسيبقى كلام وسيضاف إلى غيره من القوانين لابد من آلية تنفيذية واضحة المسؤولين الثلاثة الدولة اللبنانية دولة اللبنانية مسؤولة بالدرجة الأولى الدولة كدولة مصرف لبنان بالخطوات اللي أخدها حتى بيتحمل مسؤولية آنون النقد والتصريف وانا بيسمح لهم حتى إذا كان بده يدين الدولة بحدود معينة لا لا يتجاوز الحدود الأنوني كمان في مسؤولية وعنده أملاك والمصارف بما تملك والمصارف بما تعني وما اتخذته من خطوات ساهمة فثلاثة مسؤولية ثلاثة مسؤولية اليوم الآلية التنفيذية بده يكونوا متحملينة ثلاثة تون صح اليوم يحاولون تحميل هذه الخسائر إلى المودعين تحميل المودعين الخسائر مفترض واللي قيل إنه 100 ألف دولار أو 200 ألف دولار أو مليون لا هذا لأضع عمره مودعين صغار ومودعين كبار بقى 50 سنة بقى 50 سنة خارج لبنان أو بداخل لبنان حصل ماله بيشرفه بيتعبه بيعرقش بينه لحتى يودعه لأنه أغروه وظللوه صحي بالفوية ومع بعضهم ظللوه بني يكون ثلاثة تون مسؤولين كمان بزيت المستوى إنه لنقطع منه نعمله هاركات 80% 70% لا أبدا نحن مع الحقوق كل الحقوق كل الشعارات اللي عم تطرح هذه ثلاثة ربعة إذا ما بديقول شعارات هذا شعارات ليست إلا للإستثمار السياسي إنه من الخطوات التنفيذية في مين عم يقول بالعلن شيء ويفعل غير ذلك في السر صحيح يعني اليوم العمل في عمل ومجهود كتير كبير يجب أن يوضع لي عدم تمرير أي قوانين مشبوهة ويعني طبعا خطة التعافي قديش بدأت تكون مدروسة اليوم هي مهمة المجلس النيابي لدرس كل النقاط الواردة فيها تحتى مثل ما بيقولوا ما نضيع الانتصارات اللي حققناها اليوم المجلس كمان عليه شغل كتير كبير ودور كتير كبير بهذه المواضيع وخصوصا مننا المعيشية نحن خلص وقتنا دكتور أسم هشم عضو كتلة التنمية والتحرير أنا أبقى أسم هشم شكرا لك على هذه المشاركة كمعنا في هذا النهار في عيد المقاومة والتحرير شكرا لك نحن نجدد تحياتنا لألكم وتحياتنا للأعلام اللي هو كان شريك أساسي بمصار التحرير والانتصار ونجدد تحياتنا لشعبنا اللبناني لأهلنا في الجنوب الذين صبروا وصمدوا وانتصروا بإرادتهم وبهذا الصمود فكل التحايا لهذا الشعب الصابر المنتصر دائما شكرا لألك مشاهدين أبقوا معنا بعد هذا الفاصل لمتابعة هذا النهار عيد المقاومة والتحرير